بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بناخد بعض المسائل على موضوع الأعرسات والمرأة السؤال الأول معنا وضع جسم على بعد 10 سنتيمتر أمام الرئام وقعرة إذن لديك بعد الجسم اللي هو هنسميه دي او دي او اللي هو 10 سنتيمتر فتكونت له صورة حقيقية لاحظت لما أن الصورة حقيقية فإن بعد الصورة هيكون موجب وجل كنا مكبرة 3 مرات أي أن التكبير يسوي 3 وطالما إن التكبير للصورة الحقيقية طبعا هيكون سالب الإشارات مهمة قائد الإشارات مهمة المطلوب مننا بعد الصورة عن المرأة يعني المطلوب الدي اي ويعرف إن الدي اي طالما إنها صورة حقيقية لازم يكون بالموجب وإن التكبير للصورة الحقيقية سالب عكس بعض أرجو ترجع إن شاء الله لزيديو الشرح أنا كنت شرحنا هذه الجزئيات الإشارات في فيديو سابق يعني المهم هنا لو أنا عايز أحسب الدي اي اللي هو بعد الصورة طب كيف أحسبوه؟ أحسبوه هنا من قانون التكبير طيب قانون التكبير بيقول لك إيه؟ بيقول إنك التكبير بساوي سالب دي اي قسمة الدي او طبعاً وقانون الآخر للتكبير الأساسي اللي هو الـ ولكن طبعاً هنحل هنا بهذا القانون هو الام تساوي سالب بعد الصورة قسمة بعد الايه؟ بعد الجسم طب تعالنا عاوض بالأرقام التكبير هنا كام؟ كان ثلاثة ولكن هتضعوا كام سالب ثلاثة لأن التكبير للصورة الحقيقية سالب طيب هاي ساوي هنا طبعاً السالب أصلاً موجود في القانون هذا القانون أصلاً موجودة ما تنساها طب الدي اي تمام؟ ده مطلوب قسمة الدي او اللي هو كام اللي هو عشر طبعاً واضح كده طبعاً إن هنا إيه؟ اللي السالب يحزف السالب يفضل طبعاً إعمل طرفين فواسطين إذن هنا الدي اي هتكون بالكام ثلاثة ضرب العشرة كام تلاتين سنتيمتر إذن نختار التلاتين تمام؟ نشوف إن شاء الله السؤال اللي بعد كده إذا وضع جسم على بعد اتناشر سنتيم من عدسة مقعرة لاحظ هنا بعد الجسم كام اللي هو الدي او اتناشر سنتيم بعد الجسم الدي او بعدها البؤري ستة سنتيم لاحظ لو سمحت هذه عدسة مقعرة أي أنها قطعة ضوئية مفرقة فيكون البعد البؤري لها سالب ثاني البعد البؤري للعدسة مقعرة سالب إذن هنا البعد البؤري اللي هو الاف المفروض وإنت تعوض عنه في المسائل بسالب ستة طيب إيه المطلوب هنا؟ تتكون له صورة خيالية تبعد بسنتيمتراً على سكان يعني المطلوب منه مين؟ الدي اي مطلوب منه الدي اي إذن قانون الدي اي بمعلومية الدي او والاف إذن الدي اي بيساوي هيساوي الدي او ضرب الاف قسمة الدي او طرح الاف هذا قانون طبعاً مختصر لحساب الدي اي طب حط أرقامك الدي او بكام باثناشر لو بعد الجسم ضرب البعد البؤري إياك تقول ستة لأنها سالب ستة لاحظة أن الإشارة هنا لم يذكرها لك في المسألة أنت لازم توضعها طيب قسمة الدي او كام اتناشر سالب أصلاً في القانون سالب والاف سالب كام سالب ستة طيب طبعاً هنا هيكون عندك اجعل البسط كما هو ههل التسهيل معك إذن الاثناشر ضرب سالب ستة هنا اتناشر سالب 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 يعني موجب فيكون اتناشر موجب ستة كام تمنتاشر تمام طيب هتختصر طبعاً الستة مع التمنتاشر فهالتلاتة إذن اتناشر جسمة التلاتة أربعة إياك تنسى السالب إذن الناتد كام سالب أربعة لعملية سهرة وبسيطة إن شاء الله فنختار سالب أربعة سنتي متر نروح إن شاء الله إلى السؤال البعد كده مرآة مقعرة مرآة مقعرة تكبر جسماً موضوعاً على بعد أربعين سنتيمتر منها إذن هذا يمثل بعد الجسم وهنا التكبير اللي هو تلاتة ونص مرة إذن التكبير تلات مرات طيب فإذا تكونت له صورة خيالية لاحظ طالما أنها صورة خيالية فإن التكبير موجب المطلوب المطلوب هنا البعد البؤري للمرآة يعني محتاج أحسب الـ طيب هذه مرآة مقعرة فيطلع لك البعد البؤري موجب إذن بداية هتحزف السلب 56 وتحزف سلب 40 تحزفها في البداية ليه لأن هذه مرآة مقعرة أي أنها مجمعة فيكون الـ ف بالموجب وليس بالسلب طيب إذن الإختارات بتاعتك هتكون ما بين الـ 56 والـ 40 هل نحسبها طيب أنا عايز أحسب الـ فلابد أن أحسب الأول الـ عشان أطلع بعد كده الـ فتعالي نحسب الإيه؟ بمعلومية قانون التكبير إذن التكبير هيساوي زي ما قلنا قبل كده سالب دي آي جسمة إيه؟ جسمة الـ طيب التكبير هنا 3.5 وهنا صورة خيالية طبعا هيساوي هنا سالب القانون وهنا الـ كما هي دي محتاجة أحسبها وـ دي أو كام أربعين تمام؟ إذن هنا يكون طبعا هتعمل طرفين فوسطين فيكون دي آي كام دي آي كام 3.5 ضرب الـ 40 3.5 ضرب الـ 40 كام طبعا هيديك 140 140 3.5 ضرب الـ 40 140 سنتيمتر طبعا ما تنساش الإشارة هنا سالب 100 ده المفروض يعني تمام؟ طيب فبالتالي هنعود بعد كده عن عن عشان نحسب خليك تفتكر كده إن دي آي سالب 100 طيب هنعمل بعد كده بس نمسح هذي ونعمل الوقت طبعا قانون الـ أنا عايز أحسب الـ اللي هو البعد البقري طبعا البعد البقري هيساوي هيساوي الـ دي آي ضرب الـ دي أو ده قانونه باسمك الـ دي آي زائد الـ دي أو تمام؟ هذا قانون حساب الـ إذن عود كده الأرقام بتاعتك هنا الـ دي آي بكام اللي هو بعد الصورة إحنا حسبينه اللي هو سالب المفروض سالب 140 حسبناه ضرب الـ دي أو اللي هو كان في المسألة الـ 40 هنا طبعا زائد كام الـ دي آي اللي هو سالب 140 زائد كام زائد 40 تمام؟ طيب إجعل اللي فوق زي ما هو ما فيش مشكلة اللي هو البسط يبقى هنا سالب 140 ضرب 40 كما هي قسمة سالب 140 و40 المفروض كام يعطيك سالب سالب كام 100 صح؟ سالب 100 سالب 140 زائد 40 سالب 100 لاحظة هنا السالب في البسط تحزف مع السالب في المقاب صح أو لا؟ تحزف طيب يفضل هنا 140 على قسمة المية طبعا الصفرين يحزفوا مع الصفرين يفضل معك في البسط فقط 4 ضرب 14 يفضل 4 ضرب 14 إذن 4 ضرب 14 كام يطلع لك 56 بالموجب كده حل صحيح 100 إن شاء الله ترجع المسائل هذه أكثر من مرة إن شاء الله المنصقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر